عادة ما بنشوف الملياردرات بيصرفوا مبالغ ضخمة جدا لمقتنيات شخصية او حتى رحلات وده بيبقى مفهوم لان المبلغ اللي بيصرفوه مقارنة بسروتهم بيكون حاجة بسيطة جدا لكن ان شخص يدفع 630 مليون جنيه مصري علشان يعمل بعض التحديات فده شيء غريب جدا قالت صحيفة واشنطن بوست الامريكية في مقال نشرة يوم الاربعاء 8 ديسمبر 2021 ان الملياردر الياباني يوساكو ميزاوة اتجه نحو محطة الفضاء الدولية وده بعد ما انطلقت مركبته الفضائية يوم 8 ديسمبر قالت انه هيقد بعض المهمات الغريبة اللي خطط لها قبل ما يطلع الفضاء ومن المعروف عن ميزاوة انه شديد الحب للفضاء ايضا زكرت الصحيفة انه هيقد 12 يوم في الفضاء مع مصوره ومساعده الخاص ورائد الفضاء الروسي الكساندر ميسكورين وبحسب وكالة بلومبرج فان صروة ميزاوة وصلت ل3.4 مليار دولار بالنسبة لتكلفة الرحلة ما تمش الكشف عنها لسه ولكن الرحلات المشابهة اتكلفت حوالي 40 مليون دولار يعني حوالي 630 مليون جنيه مصري هيقضي الملياردير الياباني جزء من وقته هو بيقد بعض المهام واللي بتتكون من مية تحدي تتضمن التحديات دي الحصول على قصة شعر في ظروف نعدام الجاذبية وايضا لعب تنس طولة هوائي والبحث عن علامات تدل على الكائنات الفضائية الحية ايضا ده كمان مع مجموعة تجارب بعض سوائل الجسم اما عن مساعد ميزاوة المسؤول عن انتاج فيديوهات لقناته على موقع يوتيوب واللي وصل جمهورها ل800 الف مشترك فقال انه هيسجل احداث رحلتهم كاملة واللي هتكون خارج كوكب الارض علشان يستعد لرحلته الفضائية تدرب ميزاوة لمدة 6 شهور في مركز لتدريب رواد الفضاء بالقرب من العاصمة الروسية موسكو ووثق كمان الرحلة على قناته في موقع يوتيوب بتعتبر رحلة يوم الاربعاء رحلة تجربية نوعا ما بالنسبة لميزاوة واللي اشترع من 3 سنين كل المقاعد الخاصة ببعث ستسبيس اكس المرتبطة بالقمر وهتنطلق البعثة دي في 2023 عن طريق الصاروخ بيج فالكون روكوت واللي هتاخد ميزاوة واصحابه في رحلة فضائية للقمر لمدة اسبوع كامل بالرحلة دي هينضم الملياردير البالج من العمر 46 سنة واللي اسس شركة تجار التجزاءة الالكترونية يابانية لمجموعة صغيرة من رواد الاعمال الاغنية اللي سفروا في رحلات مشابهة للفضاء على حسابهم الشخصي زي البريطاني ريتشد برانسون وجيف بيزوس مؤسس شركة امزون بتقول صحيفة واشنطن بوست ان ميزاوة وهو من ابرز جماعي القطع الفنية انه هيقدم عدد من مقاعد الرحلة دي للفنانين في محاولة منه لفتح المجال لفكرة الوصول الى الفضاء مش بس تنس الطولة والحلاقة اللي بيدور عليهم ده كمان بيدور على واحدة تطلع معاه الامر قالت الصحيفة ان الملياردير المشهور بعلاقاته الرومانسية السابقة مع عدد من اليابانيات بيبحث حاليا عن شريكة حياة علشان تشاركوا معاه في رحلته للامر اشتركوا في القناة